السلام عليكم وكل سنة وانتو طيبين طبعا في رمضان بنقعد نخترع ونقلف اكلات جديدة او اكلات غير اللي احنا متعودين ناكلها في الايام العادية النهاردة هعلمكم ازاي تطلعوا من الفرخة الحمام الكذاب بطريقة سهلة خالص هنطلعوا جلد كامل من الوش ومن الظهر مش هتحتاجي ابدا ان انت تعادي بقى تقفلي بفايل او بخلة الاسنين او 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 لا هنطلعوا بطريقة بس سهلة وبسيطة وجلد كامل وسليم بس قبل المبدأ ما تنسوش تعملوا لايك ولو انتو مش مشتركين اشتركوا فعالوا الجرد اول حاجة هجيب فرخة لازم يكون الجلد بتاعها من السدر ومن الظهر كده يكون سليم يكون مش مقطع خالص يعني تتأكدهم بتاع الفراخ ان هي وهو بيعملها تقولولو انا عايزة احافظ على الجلد بتاعها مش متجرح من اي مكان بعد كده هتبدأوا من عند الفتحة بتاعة الرقبة كده تدخلوا ايديكو وتفصلوا الجلد بالراحة خالص عن اللحمة بتاع سدر الفرخة ما تعملوش الحركة بتاعة السكينة دي غير لو انتو متأكدين ان انتو مش تعرفوا مش هتلمسوا الجلد من برا لو انتو حاسين او خايفين ان السكينة تخونكو يعني فالافضل ان انتو تعملوها بيديكو تفضلوا وتدخلوا ايديكو كده بين العظم وبين الجلد الحد ما هتلاقوا الجلد بيتخلع لوحده من على السدر ونزل كده لحد الورك الاخر بعد كده هتمسكوا الفرخة من رجليها كده زي ما تكونوا مكتفينها شايفين المسكة اللي انا مسكتها دي كده وبعد كده هتجيبوا السكينة وتمشوا بيها على العظمة بتاعة الظهر من ورا تقطعوا بيها لحد ما توصلوا للجناح بالورب يعني هتطلعوا السدر كده الواحد وهتطلعوا من تحت بقى الورك كامل بالعظم بتاعة الظهر كله والجلد كله بتاع السدر طالع شابك فيه زي ما انتو شايفين اهم حاجة واحنا بنعمل الحمام الكدب او احنا بنخرجه تكون السكينة اللي احنا بنستخدمها حامية جدا علشان تبقى مساعدانة ان احنا نشتغل كويس وكمان ما تعورليكيش ايديكي او ما تتعبش ايديكي شايفين الجلد طالع سليم ازاي وطالع كتير ازاي هبدأ بقى كده اقسم الجلد بالنص بالزبط في الخط اللي بيبقى في النص كده من الفرخة وبعد كده هقسم الظهر اللي هو العظم اللي في الظهر كده انا طلعت كل ويركي الواحده بالجلد بتاع الورك وكمان الجلد اللي كان محطوط على السدر هبدأ امسك الوركي كده واعد احرك الدبوسة من العظمة بتاعة الفخدة هفضل احرككم كده لحد مفصل العظمتين من بعد وبعد كده هنزل الجلد التحت بتاع الورك وهبدأ افتح من جنب العظمة كده بالسكينة بالراحة خالص زي ما انتو شايفين همشي جنب العظمة على طول اهم حاجة عندي بقى العظمة بتاعة الارقوشة دي اللي بتبقى المفصل بين الفخدة وبين الدبوس ان انتو تفصلوها كويس جدا من اللحم وهتلاقوا العظمتين التانين طلعوا معاكو بكل سهولة هبدأ امشي على العظمة بتاعة الفخدة كده بالسكينة لحد ما بعد عنها كل اللحم وهطلعها بكل سهولة لان هي مش بتبقى شبكة بحاجة من فوق بعد كده هفصل الارقوشة بتاعة الدبوس من اللحم زي ما انتو برضو كده شايفين وهرجع امشي بالسكينة جنب العظمة على طول ابعد كده اللحم بالسكينة اهو شايفين بعمل ازاي بس العظمة دي بقى انا مش هشيلها كلها يعني انا هفصلها كده وهرفع منها الجلد واللحم وبعد كده هاجي من قبل الحتة اللي تحت خالص هكسرها بسكينة كبيرة شوية اه بحيث ان العظمة اللي بتبقى في اخر الورك من تحت تبقى موجودة شايفين الورك طلع بمنتهى السهولة العظمة الاخيرة بقى دي هاجي كده همشي من تحتها بالراحة خالص بالسكينة هلاقيها برضو طلعت اه طلعت بسهولة خالص كده الورك معايا خلص شايفين الجلد قفل على اللحم من كل النواحي يعني مجرد ان احنا هنحشي وهنقفل كده من الفوق بس بواحدة خلة واحدة مش هيبقى الجلد مهري ولا حاجة ولا هنتعب ولا هنتعب في حشي ولا هنلاقي الروز طلع من كل حتة وهنقف بقى يعني نحط خلة في كل مكان هي خلة واحدة اللي هتقفلو بعد الحشو هعملكو هنا واحد تاني اهو زي ما انتو شايفين هخرج العضمة بتاعة الفاغد الاول هامشي بالسكينة كده جنب اللحمة بالزبط جنب العضمة بالزبط افصل كل اللحمة عنها وافصل الارقوشة مجرد ما الارقوشة تفصلت خلص العضمة دي طلعت وبتطلع كاملة سليمة زي ما هي اهي بالنسبة للعدمة بتاعة الدابوست هفصلها برضو الارقوشة دي اهم حاجة هي اللي بتهريلي الورك لو احنا ما فصلناش الاول هفصلها كده وبكل سهولة اللحمة بيطلع من حوالين العضمة كده وبعد كده هكسرها زي ما انتو شايفين اهو الورك طالع سليم بكامل الجلد بتاعه بكل سهولة هعملكو تاني برضو دلوقتي بطريقة تانية او بترتيب تاني غير الترتيب اللي احنا عملناه في الوركين الاولانين شايفين الورك طالع سليم والجلد سليم من كل الجوانب ازاي مجرد ان انا هقفله بس من الطرف الاخير هنا بقى الور كده انا هعمله بطريقة تانية او بترتيب تاني هتفصلوا برضو زي ما قلتلكو كده العضمة وبعد كده هبدأ برضو امشي بالسكينة جنب العضمة بتاع الدبوس وجنب العضمة بتاع اه الفاخد نفس للارقوشة بس المرة دي انا هطلع لكم العضمة بتاعت اه الدبوسة الاول هفصل كده اللحمة من عليها وبعد كده بالسكينة اخبط عليها لحد لما تتكسر ما بتطلعش كاملة هتلاقوا بقى بعد كده عضمة الفاخد طلعت اه طلعت لوحدها بكل سهولة الطريقة دي اسهل من الطريقة التانية بس طبعا كل واحد اه يعملها بالطريقة اللي تريح وجربوا دي وجربوا دي وشوفوا الاسهل لكم اه واعملوا والعضمة بتاعت اه الظهر دي بمشي من تحتها كده خالص بالسكينة بتطلع بكل سهولة بالنسبة بقى السدر اللي تبقى ده بقى ممكن تقطعوه بنيه ممكن تقطعوه شيش دايما انتو حابين وبس هيا دي طريقة الحمام الكداب ازاي نطلعه من الفرخة اتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكوا واستفدتوا منه ما تنسوش تدعموني باللايك وما تنسوش تعملوا شاير للفيديو